أكد رئيس عبد الفتاح السيسي على مسيرة التعاون المتميزة التي تربط مصر وفرنسا خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية والتي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة كما أكد رئيس السيسي خلال استقباله باتريس كينا رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره لسيما مع شركة تاليس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد باتريس كينا رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري ولواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والعقيد بحري أحمد عدل بالقيادة الاستراتيجية إلى جنبي كل من السيد كريستوف سالمون نائبي رئيس شركة تاليس والسيد شريف بركات مدير شركة تاليس مصر صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول أفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونية والأمن السبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات وشركة بنها للصناعات الإلكترونية وقد أكد السيد الرئيس بوجه عام على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عمليات التنمية التي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره لسيما مع الشركة تاليس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات كما وجه السيد الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة تاليس من حيث التدريب والتأهيل العملية والفنية وذلك لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة من جانبه آرب رئيس مجلس إدارة شركة تاليس عن الاعتزاز بلقاء السيد الرئيس لبحث مسيرة التعاون مع مصر مؤكدا أهمية دور مصر كحليف استراتيجي لفرنسا ومشيرا إلى الحرص على تعاون المسمري مع مصر بشأن مجال نشاط الشركة وكذلك ما يتعلق بالتدريب والتعليم لنقل المعرفة وتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها في مجال البصريات ترجمة نانسي قنقر